نسع نكمل حلقتنا في نهارك سعيد وآخر فقرة هتكون معانا النهاردة هي حديث الأربعاء أو أحداث الأسبوع اللي بتمر بيها و اللي بتشغل اللي بتمر بيها مصر و اللي بتشغل الرأي العام المصري النهاردة بداية المرحلة التانية كمان في مجلس استشاري الناس كتير بتتكلم عنه صلاحياته إيه اللي احنا متوقعين ومنه وغياب الطير الإسلامي عن هذا المجلس أو رفضه لوجوده في هذا المجلس خلو نعرف تفاصيل و أراء ضيوفنا في موضيع اللي بتشغل مصر كلها و اللي الناس كلها بتتكلم فيها بيش شرفنا يكون معانا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح عيسى نهارك سعيد يا فندم من أورنا بيش شرفنا يكون كمان معانا أستاذ جورج إسحاء النشط الحقوق الأستاذ نهارك سعيد من أورنا أهلا كل سنة وانتوا طيبين سبع سنين على حركة كفاية آه طبعا يعني يا رب بيبقوا سنوات جاية أحلى من السبع اللي فاتوا آه والله يعني يعني كفاية لعبة دور مهم جدا في من سنة الفين واربعة وكده وانا بالمناسبة بتذكر أستاذ صلاح عيسى وره بس ما يزعلش مني لما عكي قد صريق كتب عمود كده وقال أستاذ جورج إسحاء محضر نفسه راح اشترى بدلة جديدة عشان يخش الأسر الجمهوري وبتاع لسه مدري أول بروا سبع سنين أول بروا سبع سنين ما انت معش ما حضرها أولي غيرت دلوقتي انت مش ما حضرها مش حارفين مين اللي هيروها ده خليني أبتذي أستاذ جورج سبع سنين على حركة كفاية وكنت أول الناس اللي قالت يسقط يسقط مبارك كفاية كده وعايزين تكديد وعايزين دم جديد بعد سبع سنين ووصل الارتباك السياسي اللي احنا بنعيش فيه اليومين دول حيك شايفها إزاي لا أنا شايف أنه يعني كفاية لسه مش كفاية لسه مش كفاية لا لسه مش كفاية خالص لأن احنا لسه بنبتدي في مرحلة تجهيز مصر لمرحلة جديدة ودي هتاخد إجراءات كتيرة وهتاخد أفكار جديدة وهتاخد تنافس وهتاخد صراع يعني حاجات كتيرة لسه شغالة وإحنا في مرحلة انتقالية أنا شايف أنا دايما بقول طول عم يعني من أول صورة 25 يناير أنا بقول أن أنا متفاعل جدا وأنه مصر هتشهد لا يمكن بس مصر هترجع زي أيام مبارك مصر أضع في الإيمان يعني لكن هيحصل الخلاف وهيحصل جدل وهيحصل قوة جديدة ظهرها الناس خايفة منها هنشوف تجربتها ازاي يعني احنا في حراك سياسي قوي جدا وأنا دابعا بقول أنه ما حدث في 25 يناير هو روح كفاية مش حيزة خلال منه أستاذ سلاح عيسى احنا النهاردة بنبتدي المرحلة التانية في انتخابات مجلس شعب الثورة كان ما يطلق عليه إعلاميا المرحلة الأولى حزب الحرية والعدالة كان متصدر القوائم يليه حزب النور وتلتهم الكتلة المصرية النهاردة الإقبال لسه مش باين إذا كان عنيف ولا مش عنيف أو مش كبير ولا مش كبير على الانتخابات في المرحلة التانية طاقات حضرتك إيه للمرحلة التانية يعني هناك فرق ما بين الطاقة والتمني أنا أتمنى أنه في المرحلة التانية وفي التالتة يعني يسفر المراحل الثلاثة عن مجلس نيابي متوازن ما فيهوش ما يعدناش ظاهرة الأغلبية الكاسحة أو الأقلية الكاسحة أو يعني الحكم الكبير والمعارضة الوهمية الشكلية وأخطر ما يمكن نحن نتعرض عليه في هذه المرحلة أن نحن نعيد استنساخ التجربة السابقة اللي هي سنائية أنه لابد أنه بقى فيه حزب متضخم جدا جدا وفيه معارضة متقزمة جدا جدا لأنه ده في النهاية هيعمل لنا درجة عالية جدا من الاختلال هيخلق لنا يعني الفرعون اللي كنا دايما نقول نقول يا فرعون إيش فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني إذا ما كانتش هيبقى فيه توازن في تركيب مجلس الشعب لا يسمح لكتلة بأن تضغى على التركيب المجلس هنلاقي عندنا فرعون مش لاقي حد يلمه برضو بدرجة أو بأخرى وده هيربك الأوضاع في مصر إرباكا شديدا جدا ولذلك أتمنى أن الناخبين يعني يكونوا وضعين في اعتبرهم فكرة أهمية أنه مجلس الشعب يكون له تركيب متوازن بحس يمثل كل التائرات وكل اتجاهات ولا يسمح بتغول فريق أو فرقة على تركيبة مجلس الشعب القادم ما زالت فيه ناس يا أستاذ جورج سايفة أنه العنف ما بدأش بعد يعني أول مرحلة كان فيه ناس كتير بتقول ده هيبقى فيه بلطجة وهيبقى فيه مشاكل عند اللجان وفيه ناس تانية بتقول لا أستنوا مش الأولى اللي هيبقى فيها مشاكل يمكن التانية أو يمكن كمان التالتة اللي هي هتبقى حاسمة أكتر بعد مجموعة كبيرة من النتائج هتكون أو تلتين نتائج المجلس هتكون وضحت فكتا توقع أنها هنشوف زواهر عنف أصلي العنف مش بالضربة بس فيه العنف الناعم بمعنى مرحلة الأولى كان فيها عنف ناعم بأنه الناس ما كانتش ملتزمة بخواعد الدعاية كانت الناس بتحط دعاية رغم اللجنة العليا اللي أرجو أنها تكون صحية النهاردة أبادري عشان تمارس معهمها لأنها في المرحلة أولى ما مارستش معهمها خالص أنه الدعايات الدينية من كل الأطراف كانت موجودة أنه ده اللي أنا بسميه العنف الناعم أنك أنت تحرم الناس مهم من حقوق الإنسان أنك أنت تسيبه يدل بدل في الانتخابات يقول وجهة نظره يعني دي كانت مسائل يعني مزعجة جدا في المرحلة الأولى وأنا كان عندي تجربة في برسعيد شفت فيها حاجات يعني لا يمكن أبدا بعد الثورة تبقى الحاجات دي موجودة يعني ما إحنا عملنا ثورة ليه عملنا ثورة عشان يبقى فيه صياق جديد أنا مع الأستاذ صلاح أنه لو لم تكن هناك في هذا المجلس معارضة حقيقية مش وهمية ولا صورية هيبقى المجلس ده لا يعبر عن الثورة على الإطلاق وأنا شايف أنه زي ما قال لوائل عفتاح كده أن المرحلة دي دي نهاية مرحلة مبارك يعني ده نهاية المطاف يعني وهذا البرلمان القادم مع احترامي وتقديري للأعضاء اللي هالسا وينتخبون لا يعبر عن مش هيكون معبر حقيقي عن ما حدث في 25 يناير إحنا مستنين مرحلة تانية ليه مش يعبر بشكل حقيقي هي كنت دبعا مرشح نفسك في برسعيد لأنه لأنه لأنا رشحت نفسي ببرسعيدة كنت عايزة أعمل معركة سياسية حقيقية يعني لأنه إحنا عادنا طول الوقت عادين نكلم بعض في قوة مغلقة كده وبتاع ما شفناش الناس نزلنا شفنا الناس ودي كالتجربة سريع جدا يعني من أشد المعجبين بها فمسألة إنه الأحزاب الصهيرة ما كانتش جاهزة الأحزاب الجديدة ما كانتش جاهزة الناس ما كانتش خدت فرصتها في إنها تعمل الدعاية الكافية التحالفات مشروخة كلها لأن الناس مش عارفة تظبط روحها يعني المراحل الجاية تبقى أفضل بكتير مراحل الجاية الانتخابية التانية والتالت لا 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 أنا بتكلم على الانتخابات القادمة أستاذ صلاح هل ندى نقول إن الوعي بتاع المواطن المصري كمان هيتطور حتى على مستوى المراحل الحالية ما بين الأولى والتانية والتالتة يعني الناس بدأت تفهم شوية إنه ما حدش هيزور إرادتهم ما حدش هيقدر يقول لهم اشتروا أو أخدوا الصدة أو ما تاخدوش الصدة يعني هو أحنا لازم هو الحاجة اللي كانت نقصة وعينة سياسة في مصر إدراك إنه الديمقراطية ممارسة يعني مش هينفع أننا نفضل حطين الشعب كده تحت الصوبة ونقول له يعني قصل الديمقراطية معناها كذا 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 الجعوب تعلمت الديمقراطية بالممارسة وعبر هذه الممارسة حصلت عشرات الأخطاء والناس اختارت أساءة الاختيار في بعض المراحل واختارت ناخبين غير صالحين وعملت انحيازات زد طابع ديني أو طابع جاوي أو فاوي أو إلى آخره ثم عبر هذه التجربة قدرت الدول الديمقراطية العريقة اللي موجودة في العالم اللي موجودة الآن نهاردة تكتسب تجرباتها وتعمل هذه الديمقراطية الرواقية اللي بيبقى فيها الناس بتختار مبادئ سياسية آراء سياسية أحزاب هي تعرفها تدرك أهمية أن هي تدلي بسلطة في الانتخابات وبالتالي هذه الانتخابات اللي احنا بنمر فيها الآن سنجد فيها كل هذه الأشكال من الأخطاء والمزايا لكن في وقع الأمر أنا أسق أولاً بزكاة الشعب المصري بقدرته على أنه يكتسب الخبرة بشكل سريع خلينا نتذكر أن أوروبا والغرب بشكل عام قعد ثلاث قرون على ما تحول من دول استبدادية إلى دول ديمقراطية المصريين هيكتسبوا الوعي بنسبة جزئية اكتسبوه طبعاً جزء منه اكتسبوه في المرحلة الأولى هيبقى في المرة الثانية أكثر تنظيماً وربما تكون أفضل في المرة الثالثة ممكن تكون أفضل لكن التجربة على مجملها من الوارد أن هي لا تعطي نتائج تؤكد فعلاً أنه حصل نوع من الوعي الشعبي لكن في الانتخابات القادمة هنجد درجة أفضل وهكذا علينا أن نتعلم أن نمارس الديمقراطية وأنا ذاكها ستترسع إنما الفكرة اللي كانت موجودة عن النظام السابق والأنظمة السابقة كلها هي فكرة أن الشعب عايز حماية خليه كده اشطب له مرشحين قل له دول أعداء الشعب من خصوص الانتخابات قل له إلى آخرها وبالتالي محدش تعلم حاجة كده هنتعلم وحنمارس بشكل صحيح اللي لم يكن في هذه الانتخابات وبالقطع لن يكن في هذه الانتخابات لكن في الانتخابات القادمة والتي تليها تارات الإسلام السياسي اللي كانت متفوقة في المرحلة الأولى والتانية بدأت تغير من خطابها خليته أقل حدة أو خليته أكثر قدرة على إقناع فئة أكبر من الناس يعني بعدها هنمنع وهنعمل وهنعمل بدأ يبقى في حوار أقل حدة شوي إنه لا إحنا مش هنمنع على طول لا إحنا نعمل معايير معينة لا إحنا مش قصدنا كده لا الحلال باين والحرم باين هل ده لعبة جديدة لتزوير الإرادة والذي تغيير للخطاب كما كان بيحدث من قبل من بعض التارات الإسلام السياسي والحلالك شايفها زي هو تأكيد لكلام أستاذ صلاحيساء إنه الممارسة يعني لما شافوا إن خطابهم حد يعني هم مثلا السلفيين لهمش دراية بالعمل السياسي خالص ولا لهم الموضوع فكانوا بيقولوا كلام مش عارفين مدى مسؤوليته الممارسة بيّنت إنه هذا الخطاب العنيف هيخلي الناس تنفر منهم وما تنتقبهمش وكده ورموزهم سقطت في المرحلة الأولى ده بالممارسة هو ده إن الناس بتادت تتنبأ إن فيه خطر ما إن فيه حد عايز يفرد قيود على حريته الشخصية إنه يعني المسألة دي خطر بالنسبة له فبتادت الناس تتعلم يعني حتى السلفيين دول بتادوا يتعلموا سياسة يعني وأنا مش خايف من كل هذه الطائرات خالص إطلاقا لأن الشعب المصري بيفرز دلوقتي بيبص كويس وبيفرز يعني رغم إنه يعني ممكن يكون تأثر بدعايات يعني كتيرة تمس معتقدات وكده وانت عارفة إن شعبنا متدين وكده لكن بعد كده بيتنبه إن ده مش هو ده اللي هو عاوزه فبالممارسة يعني كان دايما يقولوا إنه زي رئيس الوضعاء السابق يقول إنه لسه بدري على الشعب المصري إنه بيبقى يتعلم ده كلام صحيح يعني الناس قعدت قرون عشان تبقى فيه ديمقراطية حقيقية فكل اللي بيحصل ده يعني تقريبا يعني تجديد أو بيفتح أنوار الكاشفة كثيرة على ما كان يمارسه الناس أو يقولوه وكانوا دخلين مثلا للانتخابات وهم بيكلموا كأن عندهم الحاجة المطلقة ففوقوا بأن الناس لا هذا مش حاجة المطلقة ولا إحنا عايزين الكلام فأنا شايف إن المرحلة التانية والمرحلة التالتة يبقى فيه تحولات يعني إلى حد ما متغير ترجمة نانسي قنقر